كلمنا المحاضرة اللي فاتت على الـ Overview of Computer Aided Diagnosis وكنا كلمنا على الـ Block Diagram بتاع الـ Methodology بتاعت الكاد وكنا بنتكلم على فيه مرحلة بتاعت الـ Input بيبقى جايلنا الصورة من إما من فيلم إما من Full Field Digital Mammography System في الأخير بيبقى عندنا صورة بعد كده بيبقى المراحل بتاعت الـ Computer Aided Diagnostic System بتاعنا فالمرحلة اللي احنا نكلم عليها النهاردة هي المرحلة بتاعت الـ Feature Extraction هي المرحلة اللي common between الـ Computer Aided Detection و Computer Aided Diagnosis الـ Features عموما نده نعرفها هي quantitative measures of texture that describe salient characteristics in the image يعني بيكلم على عبارة عن مجموعة من الأرقام أموعة من الـ Parameters بتوصف لنا الخصائص البارزة اللي موجودة عندنا في الصورة اللي هي ممكن هي تعبر لنا عن الاختلافات لو كان فيه اختلافات بين صورة وصورة مثلا فممكن نقسم الـ Features لـ Two Categories الـ Special Domain Features و Transform Domain Features الـ Special Domain بنقدر نجيبها من الصورة مباشرة يعني بناخد الأرقام اللي موجودة في الصورة بنحسب بيها الـ Features بتاعتنا بشكل مباشر في الـ Transform Domain لا نحن بناخد الصورة بتاعتنا بـ Transformation بشكل ما لـ Domain تاني وبعد كده بنحسب الـ Parameters بتاعتنا من الـ Domain التاني دوت ففي الـ Special Domain Features في عندنا ممكن نقسم الـ Features بتاعت الـ Special Domain لـ First Order و Higher Order Statistical Features الـ First Order Features هي ممكن نقول عليها برضو Histogram Based Features اللي هي ممكن نحسبها اما من الصورة اما من الـ Histogram يعني لو خدت الـ Histogram بتاع الصورة اللي هو عبارة عن كل Gray Level موجود كم مرة في الصورة ممكن نحسب منه نفس الـ Features غير ما يحتاج ان احنا يبقى عندنا الصورة الـ Higher Order لا بيعتمد على النقطة نفسها قيامها كام وبتعتمد برضو على اماكنها الـ Relative لبعضيها كام فده بتبقى More Descriptive للـ Texture دي More Descriptive للـ Intensity وللـ Range of Gray Scale موجود وحاجات زي كده في الـ Transform Domain بقى حسب الـ Field اللي احنا بنروح فيه لو احنا عملنا مثلا فورية ترانسفورميشن ممكن نطلع حاجة اسمها فورية Descriptors لو رحنا الـ Wavelet ترانسفورميشن ممكن نطلع حاجة بسمية Wavelet Features لما نكلم علي الـ First Order Statistical Features هي بتعتمد فقط على الـ Pixel Values وIndependent of Spatial Distribution of Pixels بمعنى إيه لو احنا خدنا مثال مثال ده اللي عملته على MATLAB ده برعا نفس عدد النقط بالظبط يعني فيه نقط لونها أبيض ونقط لونها اسود أوكي نفس عدد النقط في الصورة دي اللونها أبيض ولونها اسود هي نفس العدد الموجود هنا في الصورة دي لونها أبيض ولونها اسود هنا نصف النقط اسود ونصف النقط أبيض هنا نفس الكلام بالظبط فلو احنا حسبنا First Order Features للصورتين دول هتلاقوا زي بعض بالظبط طبعا دي حاجة ممكن تديني خطير جدا إنه ممكن يكون فيه اختلافات جوهرية طبعا سورتين دول مختلفتين عن بعضهم تماما وفي نفس الوقت First Order Features تبقى The Same فمعنى كده نحن مادرش نعتمد على First Order Features لواحديها لأن هي بالتأكيد ما هيش Complete Description للصورة بتاعتنا دي مجموعة أمثلة لـ First Order Features بتإنكلود المين اللي هو عبارة عن الأفراج بتاع الصور بتاعت كل النقط اللي موجودة عندنا في الصورة وطبعا بيبقى الأفراج بتاعت الصورة لو في عندي مثلا ليجين أو عندي ماس مثلا غري سكيل بتاعتها أعلى بيلاقي إن المين بتاعتها أعلى لو لقينا مثلا إنها كان أقل لو كانت الصورة بتاعتنا فيها مثلا ليجين غمقة شوية لو كان مثلا فيه أبسس أو حاجة أو في حاجة شكلها بيبقى عندنا طبعا الـ Intense بتبقى قلي شوية الـ Standard Deviation بيدينا لـ Contrast يعني لحد ما يعني بمعنى بيدينا كده الـ Range اللي معمول فيه Distribution للـ Gray Skill الـ Range اللي موجودة عندي يعني ممكن المين نفسه الصورة كلها تبقى لون واحد فيبقى المين هو نفسه الـ Intensity بتاعت الصورة إنما لو كان عندنا الصورة بتاعتنا الـ Distribution بتاعتها ويد يعني بمعنى فيه Range of Gray Skill كبير هنلاقي اللي الـ Standard Deviation هو اللي يفرق معنا في الحالة دي لما يكون كله نقط لون واحد يبقى نلاقي الـ Standard Deviation بتاعنا بيساوي صفر لما يكون النقط بتاعتنا متوزعة في Range واسع كل ما الـ Range ده واسع كل ما الـ Standard Deviation Sigma بتاعنا ده كان اكبر ممكن اعرف فرامتر تاني Smoothness ده عباره عن حاجة related للـ Standard Deviation يعني اعتبر الـ 2 related لبعض يعني ممكن احنا اكينه عكس عكس السيجما يعني كل ما ده قلت كل ما ده زاد فهم الـ 2 يعتبر اكينهم حاجة واحدة يعني ممكن نتكلم على Higher Order Moments عب الناس بتاخد حاجة سكيونيس أو كورتوزيس أو حاجات زي كده تعتبر Higher Order Moments بدلا من هنا المين ده كان First Order Moment ممكن اتكلم على Third Order Moment اللي هو زي سكيونيس مثلا ممكن هو برضو بيعبر على statistics بتاع الصورة انا اكشوالي في كل الحاجات اللي انا بتكلم عليها هنا انا بحاول اوصف الشكل بتاع الـ Histogram بتاع الصورة عامل ازاي يعني كل الحاجات دي بمعلومية طبعا الـ Histogram هو اكينه Probability Distribution بتاع الصورة بتاعتي فانا بحاول ببرامترز مختلفة ان انا اوصف الـ Distribution ده شكله عامل ازاي فكل البرامترز انا شايفين دي كلها بتعبر عن الكلام ده ممكن اتكلم على Uniformity لعلاقة بالـ Square بتاع الكلام ده Square بتاع النقط كلها يوطور اكينه الـ Mean Square بتاع الـ Histogram نفسه بنتكلم على الـ Entropy لعلاقة بالـ Histogram نفسه قيمة الـ Histogram في الـ Log بتاعها عشان برضو نعرف اذا كان الـ Histogram ده يعني هل هو مركز في حتة صغيرة ولا wide يعني كل مكان wider كل مكان طبعا في اختلاف كبير في الـ Entropy ممكن احنا نلاقي واحدة من الـ First Order Parameters المهمة جدا حقيقة ان احنا بدلا ما ناخد الـ Histogram بناخد الـ Integration بتاع الـ Histogram بطلح حاجة اسمها Quantiles أو Percentiles فباسيكلي احنا عندنا طبعا لو احنا نتكلم على Probability Density Function مفروض ان احنا بيطلع لي حاجة بتطلع وبتنزل و الـ Integration بتاعها بيساوي واحد انما لما باخد الـ Integration بتاع الـ Histogram بيطلع لي من صفر لغاية واحد لان هو ده في الاخر لازم يطلع لي هو الـ Integration بتاع الـ Histogram او بتاع الـ Probability Density Function فلازم الماكسموم بتاعه يبقى واحد انا هنا بقى في الـ Quantiles اللي بحاول اعمله ايه ان انا بشوف الارقام اللي هي 10% 20% وهكذا لغاية 100% لما بوصل الـ 1 بشوف الـ Gray Scale المقابل ليه طبعا لو كان عندي الكيرف ده بدلا ما كان كده كان مثلا كان كده او كان كده بيفرق معي طبعا لو كان ماشي التحت كده مثلا بيفرق معي غالا ما يكون ماشي الفوق فكل ما انا بشوف الـ Parameter بتاعتي دي عند 10% كان Gray Scale كام عند 20% Gray Scale كام وهكذا بقدر احدد برضو شكل من اشكال الكاركتريزيشن بتاع الايه بتاع الهيستوغرام شكله عامل ازاي فهو فعليا يعني الـ Quantiles هي Points taken at regular intervals from cumulative distribution function اللي هي عبارة عن الانتجريشن بتاع الـ probability density function اللي هي مفروضة لانهيستوغرام او normalize هيستوغرام ما انا صح طبعا الـ Random Variable طبعا الـ Random Variable بتاعنا اعتبر ان الـ Region احنا واخدينها هي عبارة عن كننا واخدين samples من Random Variable و احنا بنحاول نكاركترايز الـ Random Variable ده فباسيكلي بين نكاركترايز الـ Data into essentially equal size data subsets is the motivation for the Q Quantiles معناه ان احنا باسيكلي بنتكلم على ان الـ Quantiles دي هي data values marking the boundaries between consecutive subsets يعني ايه كلام ده يعني بتكلم مثلا ان انا هنا في النقطة اللي هي مثلا الـ 20 percentiles او الـ 20 percentile ده هو 20 percent percentile بتكلم عـ Gray Scale دوت ان عنده او اقل منه 20% من النقطة يعني لو عملت integration بتاعي هنا اللي هي قيمة هنا 0.2 يبقى معناه كده الـ Histogram بتاعي في عدد من النقطة عند النقطة دي او عند Gray Scale ده او اقل منه بيبقى عددهم 20 percent من النقطة اوكي او انا مثلا خدت مثلا فرضا 50 percent percentile او 0.5 percentile 0.5 quantile 0.5 quantile ده معناه ان 50 percent من النقطة اقل منه يعني ما بص كده عدد اللي هو الـ Integration نفسه هنا 0.5 يبقى معناه كده عند النقطة دي او اقل منها عدد النقطة اللي موجودة في الصورة اللي بال Gray Scale ده او اقل منه 50% فمعنى كده ده بيعباره عن الـ Median الـ Median ده هو اللي بيبقى النقطة اللي بيبقى عندها النقطة اللي اقل منها قد نقطة الاكتر منه اوكي فالـ Very Common فهي ممكن تطلعها من الـ Quantiles هي 0.1 و 0.2 لغاية 0.9 يعني بكلم على هنا وهنا وهنا لغاية 0.9 عشان يبقى عارفين الـ Range ده ماشي ازاي طبعا كل مكان الصورة بتاعتي الـ Intense بتاعتها اعلى يعني المين بتاعتها اعلى هلاقي ان كل النقطة دي اتشفتت اوكي وطبعا مش بتكلم هنا بقى بس على ان دي بتعتمد على المين وبس لا بتعتمد على المين بتعتمد على مين والسيجمال الاثنين مع بعض فلو خدت مثلا الـ Point One Quantile هو actually بيبقى feature function في المين والـ Standard Revision في نفس الوقت فالحقيقة بيبقى very useful الحقيقة يعني من تجارب قديمة قبل كده يعني كان فيه paper اللي هي كنت نصحت الناس اراها المحاضرة اللي فاتت هتلاقي فعلا الـ Percentiles دي في غاية الاهمية لانها فعلا دايما بتcorrelate مع الـ Conditions الموجودة عندنا في الصورة فالحقيقة very sensitive parameters وبتبقى فعلا لها value كبيرة جدا في الـ Diagnosis فيه فما تلاقى function اسمها Quantile بحط فيها هنا الـ Data أو حاجة زي النقطة بتاعتي ممكن Data بتاعتي اللي هي عبارة عن الصورة بتاعتي أو النقطة بتاعتي الصورة بتاعتي وبحط الـ Level اللي انا عايزه هنا فباسيكلي بتكلم على ان انا يعني في الاخر بطلع من هنا Quantile اللي هو اللي انا محتاجه بحيث ان انا اقدر استعمله بعد كده في الـ Classification بتاعي فواحدة من الحاجات اللي هي فعلا سهلة جدا نحنا نقدر نحسبها وفيري يوسفل الحقيقة ان احنا نقدر نستعمله في الـ Computer Edit Diagnosis لما نيجي نتكلم على الـ Higher Order Statistical Features بنكلم على Features بتعتمد على بوث الـ Pixel Values والـ Special Interrelationship بين الـ Pixel Values يعني مش بس بقول ان النقطة بتاعتي في عندي خمسين نقطة قيمتهم عشرة وستين نقطة قيمتهم عشرين وهكذا لا ده انا عايز اعرف النقطة اللي هي عشرة دي مكانها فين بالنسبة للنقطة اللي قيمتها عشرين لو انا عندي العشرة الوحدين قيمت الـ Pixels اللي هي عشرة كلهم مع بعض الوحدين في مكان والنقطة التانية اللي هي قيمتها عشرة في مكان تاني غير لما يكونوا الاثنين جنب بعض او داخلين جوا بعض يعني يبقى فيه Overlap بين الاثنين دول او الهما الاثنين باسيكلي يعني متدخلين مع بعض في التكتشير اللي انا ببص عليه ففي غاية الاهمية لانها بتوصف الكاركتريستيك في سعة التكتشير الموجودة عندنا في الصورة ودي من اهم الـ Features ومن اكترها استعمالا في الـ Computer Edit Diagnosis واحدة من الامثلة الشهيرة جدا هي الـ Co-Occurrence Matrix الـ Co-Occurrence Matrix الـ Layer GLCM الـ Gray Level Co-Occurrence Matrix عموما بتاخد الصورة بتاعتي تعمل لها تابيلايشن بمعنى بمعنى مجموعات من البيكسل مربوطة بـ Gray Level معين مجموعات بشكل معين مجموعات من البيكسل مربوطة بـ Gray Level معين وبينهم وبعضهم مسافات معينة فلما بتكلم مثلا انها كميتريكس يعني الـ Entry بتاعها M و N هو عبارة عن ان انا بعد بعمل كونت لـ Pairs of Image Cells of Gray Levels M and N that are separated by a predefined shift يعني بشوف انا بقررنا من الاول الخالص انا هبني Gray Level Co-Occurrence Matrix بناء على بقول انا هاخد مثلا مثلا 2 بيكسل مثلا وانجل مثلا 45 درجة بشوف انا الـ Count بتاع كل النقط الموجودة عندي في الصورة اللي لها Gray Levels M و N و separated by distance اللي انا بقول عليها طبعا ممكن يبقى فيه distance مختلفة ممكن يبقى فيها عندي مثلا 0 degree ممكن يكون 45 ممكن يكون 90 ممكن يكون 135 طبعا لو انا اخدتها العكسة هتبقى ألموس هي هي مش هتفرق فعا متلا ممكن ناخدها بالشكل ده كده وممكن ناخد اكشولي يعني بكذا واحدة من الـ Shift وانطلع من كل واحدة منهم برامترز مختلفة ففعليا هي الصورة دي بتبنيلنا حاجة زي اكني histogram كده جديد بل histogram ده مهواش one dimensional زي ما كنا شوفنا في لا ده two dimensional و two dimensional distribution ده بيعبرلي عن gray scale او combinations من gray scale مع special separation الاثنين مع بعض فممكن يبقى very valuable ان انا اقدر evaluate B texture ففي عندنا حاجة function في MATLAB اللي هي gray co-occurrence matrix gray co-matrix دي هي بتcreate على طول gray level co-occurrence matrix وبقدر انا بعد كده من gray level co-occurrence matrix بيكسي بيا بقدر احسب بعد كده طبعا لازم ابقى عارف ان انا تاني ااكد على معضوات ان انا ممكن يبقى عندي different realization depending on the shift والshift يازم اتفاق انها عبارة عن distance وانجل يعني هنا بتكلم على distance هنا مثلا واحد الانجل zero distance هنا واحد برضو بس الانجل بتكلم على انها 45 درجة واحد وتسعين واحد وهكذا فكل مرة بغير الانجل او الانجل او الاثنين يبقى معنى كده ان انا بيطلع لي gray level co-occurrence matrix جديدة مختلفة واقدر استعمالها عشان اطلع features عشان نشوف بقى الكلام ده بالضبط بيتعامل ازاي ناخد مثال محدد بالنسبة ل co-occurrence matrix computation فهنا انا ااخد مثلا الكيس بتاع ان دي الصورة بتاعتي ودلوقتي انا هاقود shift عبارة عن واحد وزيرو يعني shift واحد في ال direction horizontal وزيرو في ال direction vertical ففعاليا ممكن اقول ال distance ال distance بتساوي واحد والانجل بتساوي 0 فبدور بقى عندي مثلا في ال entry الاولاني دوت ده بقى ال entry ده انا مفروض احسبها ال entry ده واحد وواحد واحد معناها ايه؟ معناها انا انا بتكلم دلوقتي على ان عندي صورة بتاعتي اللي في الصورة بتاعتي عندي نقطة قيمتها واحد مع نقطة قيمتها واحد وال separation بتاعهم هو shift دوت فلو ببص هنا بلف الصورة دي واحدة واحدة كده هلاقي ان في عندي one single occurrence بالشكل ده كده واحد واحد اوه اوكي يبقى واحد واحد اوه يبقى في عندي هنا مرة واحدة بيحصل فيها الكلام لما باخد مسلا هنا ستة واثنين اوكي يبقى معنا كده بتكلم ان انا برضو في عندي gray level 6 gray level 2 وال separation بينه هو shift بتاعي دوت فبص هنا برضو ستة واثنين هنا في ستة واحدة ماينفعشي ستة واربعة ماينفعشي في هنا ستة واثنين ادي مرة ستة واثنين مرة كمان ستة واثنين مرة كمان يبقى في هنا ثلاثة يبقى فيه ثلاث مرات كان في عندي pixel gray scale بتاعها 6 و separated عن gray scale 2 بالshift اللي هو عبارة عن اللي ايه؟ اللي انا كنت بكلم عليه هنا ده اللي هو واحد وزير او distance واحد وانجل زير اوكي؟ فطبعا بكلم على ان بقدر ابني لل concurrence matrix بتاعتي بالشكل ده هو اريدي لو انا بستعمل حاجة زي ما اتلاب هو بيبني لي الشفت ده مباشرة او بيبني لي concurrence matrix دي مباشرة بعد ما بحصل على concurrence matrix بتاعتي دي بقى ممكن بتدي احسب عليها مجموعة من الفيتشورز شبه الفرست order الفيتشورز اللي انا كنت حسبتهم قبل كده بس من gray level concurrence matrix ساعتها بقى الفيتشورز بتاعتي دي هتعبر لي مش بس عن قيم الجري سكيل لا اتعبر لي عن العلاقات المكانية كمان بتاعت النقط دي relative لبعض دي امثلة للفيتشورز ممكن تطلع عمى concurrence matrix هيه اللقتي عندنا ماتريكس عادية خالص بناخدها الانتريس بتاعتها نقدر نحطها في اي واحدة من الاكواجيجنز احنا شفناها بكده في الفيرست order features ونقدر نحسب انها بيتعبر مش بس عن الجري سكيل لا بتعبر على الجري سكيل والالكونيكشنز بينهم او عموما ممكن تعبرين عن التكتشورز ففي مثلا واحدة تطلع عن المكسيما بتاع الجري ليفكو كورريلس ماتريكس تطلع بقى العلاقات بقى تطلع البيكسل على الجري السابق على الجري سكيل الانتريس وده الحقيقة ممكن تطلع رانجي بتاعها من واحد ناقص واحد بتتعرف بالشكل ممكن نعرف بعض الكونترست بيبقى حاجه شبه ال second order اللي كان نشاهدها قبل كده والحقيقة بتبقى لها value الحقيقة مهمة قوي انه هي بتدينا برضو انديكيشن للصور هل هي سموذ يعني كلها شكلها فلات كده مفيش فيها اي اختلافات ولا فيها اختلافات كبيرة ممكن اعرف برضو حاجه اسمها uniformity او all also energy عبارة عن الانيرجي بتاعت الـ واجمعها بحيث انها تديني وانديكيشن للدنيا عاملة ازاي طبعا لو انا عندي فرضا الدنيا كلها حاجة واحدة يعني كلها مركزة في نقطة واحدة هلأ ان دي تختلف عن ان الدنيا كلها تبقى ايه كل الـ موزعة على الميتريكس كلها نفس الكلام في الهموجينيات والانترو بنفس الحكاية بالضبط هلأي برضو ان هما بيعبرولي كل الواحدة فيهم بتعبالي بشكل مختلف عن نفس الحاجة يعني بتعبالي عن uniformity او وهنا بتعبالي عن الميتريكس طبعا كل الحاجات دي الحقيقة كلها لها علاقة مباشرة بشكل التكتشير طبعا يعني بيبقى مستقع بساعات ان احنا نبص كده على الـ بالضبط بتعمل ايه او تتغير ازاي بالضبط بس احنا ممكن ببساطة ان احنا ناخد two different textures نعملهم generation على matlab سواء كان random number generator او سواء احنا بنعملها creation كحاجة deterministic كده عبارة عن نقطة بيضاف وسط background soda او whatever يعني ونقدر نجرب البرامتر دي عليها هي نفسها ونقدر نتخيل الاختلافات دي بتبقى جاية منين فالحقيقة دي يعني عشان نفهمها كويس محتاجين احنا نجرب با ايدينا فيها ونشوف فعليا الاختلافات بتيجي ازاي مع الصور نفسها الحقيقة زي ما كنت بقول في عندنا اللي هي البرامتر بتاعت ممكن تطلعها من مش بس من احنا نحسب ماتلاب فيه فانكشن تاني في ماتلاب بتطلع علينا ماتلاب تطلع علينا يعني هي فعليا بتبقى على طول ممكن نحسب عليها contrast والانرجي والهموجينيتي نطلع على طول مباشرة نحصل عليهم من ماتلاب من الصورة بتاعتنا مباشرة فدي ممكن تبقى تسهل علينا كتير طبعا ودي انا بنصح الناس كلها انها تحاول تجربة عشان تفهم الدنيا ماشية ازاي وفي الاخر لازم نحط في اعتبارنا ان احنا لو حبينا نعمل برامتر جديد لو حد فكر مثلا فيه مثلا ممكن يبقى له مثلا مثلا لوجيك معين مثلا هو بيوصف حاجة معينة في الصورة انا بكل بساطة بحسب ومنها بعد كده احسب البرامتر اللي انا عايزه او بروبوز نيو فيتشر غير الفيتشرز دي يعني ما اعتبرش ان الفيتشرز دي هي الفيتشرز الوحيدة اللي ممكن حسابها من الجري ليفل كوكيرونس ماتريك لا احنا ممكن نبقى اخرى وكل يوم الحقيقى بنشوف بيوصف بيوصف مختلفة سواء في الكوكيرونس ماتريكس او سواء بروبوزل في حاجات تانية يعني برضو ممكن تعتمد على الانتصال بس الحقيقى يعني فعلا كوكيرونس ماتريكس او احنا بنتكلم على ان احنا بنبتدي دلوقتي في الكورس دو بنتدي باسيك باكراوند ماياش ادفانست قوي فبانصح الناس كلها انها تجرب بالجري ليفل كوكيرونس ماتريكس عشان تبتدي تاخد يعني احساس كده بالزاي نحن هده نطلع فيتشرز لها يوسفل يعني يعني في الاستعمال بتاعها يبقى لها فاليو كبيرة في الدايجنوسس او في الحساب بتاعها نفسه ما هواش بالصعوبة دي لما يبتدي نتكلم على الترانسفوم دومين فيتشرز اللي بيحصل عندنا ان احنا بناخد الصورة بتاعتنا نأربحها لها حلونا دا عمر غير 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 ثانية فالآخر بتقدر للسبة بيحصل على ترانسفوم هي لها علاقة مباشرة مع الصورة الاصلية بس ممكن منها نحسب شوية فيتشورز ممكن تبقى لطيفة جدا من نسباننا لان برضو المختلفة المختلفة بيبقى لها معينة بالنسبة للحاجات اللي انا ببص عليه يعني مسلا بكلم عن ميكرو كالسيفيكيشنز انا متواقع ميكرو كالسيفيكيشنز هيبقى لها كمبوننز في الهاي فريكونسي كمبوننز اكتر من اللو فريكونسي كمبوننز لانها صغيرة جدا والبرايتنساتها عالة بكتير فمعنا كده بيبقى متوقع ان الهاي فريكونسي كمبوننز بيبقى لها علاقة ما بوجود ميكرو كالسيفيكيشنز او عدم وجودها ففي بعض الحاجات كده بتبقى مفيدة ان احنا نبص عليها في الترانسفورم دومين لانها بتعمل سيباريشن لبعض التكشورز المختلفة عن بعض وقدرنا نشوفها بشكل احسن في الترانسفورم دومين ده عن الاكشول دومين فعليها بناخد الاسفكترم بتاعنا ده ونعمل بيه فيتشور اكستركشن عادي خالص زي ما كنا بنستعمله في الاسفورم دومين فيتشورز ونطلع بقى ترانسفورم دومين فيتشورز فعلى سبيل المثال الوافر ديكمبوزيشن احنا ناخد الامج بتاعتنا بنقسمها لصورتين لابس 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 لابسج كورويشن وبعدد كنه ممكن اقسم لابس 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 بلاب السهي العمل و testing الابس ثانت واذاولاب لو مستعمل ايك liberacji هذا الوع Underground يعني دا بتكلم على typical level و 02 Awareness طبعا في الاخر الديمانشي بتاعهم بيبقى اصغر يعني دي هتبقى مثلا دي شكلها زي الصورة الاصلية بتاعتنا بس بتبقى الحجم بتاعها او الديمانشي بتاعتها ربع الصورة الاصلية وده بتبقى بتعبرلي عن اللو هاي والهاي لو والهاي هاي كل واحدة فيهم بتعبرلي عن يعني حاجات لا علاقة بالفريقونسي كومبوننت اللي هي موجودة هنا هنا משلا بكلم على الجميع الفريقونسي اللي في ال واحدة فيهم اليو واحدة فيهم اليو وواحدة فيهم اليو اي الصورة اللي هي اللي هنا دي بتبقى شبه الصورة الاصلية بتبقى low pass version من الصورة الاصلية وعملها هي نفسها فبيطلع لي اربع صور تانين بهذا الشك يعني البرو دول بيفضل زي ما هم بالزبط التانية اللي هي اللي هنا دي بس الل 1 هي اللي بتبقى ديكمبوز في الاخر اللي ايه للليفل ده كده فعشان نعرفها ان هي دي الساكن ديكمبوزيشن بنعرف دي ان هي L L 2 L H 2 H L 2 و H H 2 في الاخر كل واحدة من دول بتبقى صورة عادية خالص وعادة باعتمد على يعني صعب ان انا اعتمد على دي لان هي بارة عن لوباس فرجن من الصورة الاصلية فغالبا ما باعتمدش على L L 1 خالص باعتمد على الحاجات اللي هي ال High Frequency Components دي لان دي انا حسبت لها حاجات احسن في ال Special Domain لما كنت اواخد ال Full Resolution بشمعه وتوقع ان انا باخد الصورة بتاعتي ونزل ال Resolution بداية للربع وتوقع ان الفيتشرز بتاعتي الربع دي تبقى احسن من الفيتشرز الاصلية طبعا ده كلام مش منطقي انما لو خدت الحاجات اللي برا دي لأ دي معبرة جدا انها بتعبر لي عن حاجات مش موجودة اصلا في ال Special Domain image بتاعتي اوكي فهنا مثلا ما باخد Second Level Decomposition ما باخدش ال L L 2 خالص باخد بقية الفيتشرز الموجودة في بقية ال Components دي اوكي وبحسب لها بعد كده ال Special Domain Features باعتها من الكل واحدة منهم يعني على سبيل المثال لما بتكلم على ال Weaver Decomposition بتاع المامو جرايم بيطلع علينا اللي احنا بتكلم على One Level Single Level بيطلع علينا حاجات بالشكل كده كده L L 1 ودي مثلا H L 1 ودي L H 1 ودي H H 1 اوكي فدي ال High High ودي ال High Low ودي ال Low High اوكي زي ما احنا شايفين كده دي عبارة عن Low Pass Version من المامو جرايم الاصلي ما ما كنت باقول ده جاي اصلا او Decomposition ده جاي من صورة ريزوجوم تاتة عقلة من دي بكتير فدي مش هتبقى مفيدة بالنسبة لي انما لو خدت الحاجات زي ما احنا شايفين كده في بعض الحاجات اللي موجودة مهمة يعني مثلا واضح هنا ان في عندنا Edge معينة شكلها لها اهمية واضح ان اليونيفورمتي الموجودة هنا هنا مأثرة او باين هنا ان في هنا حاجة مختلفة وبرضه هنا باين ان في هنا حاجة مختلفة عن بقية التكشور اللي برا فواضح ان في الجزء ده واضح ان له خصائص مختلفة عن الاجزاء اللي برا وباينالي من هنا الحقيقة بشكل واضح في الايه في الاتين دول على الاقل فطبعا بتبقى مهمة جدا فطبعا احنا Weave Decomposition طبعا بتدينا ميزة ان هو بتدينا Different Details In Different Scales يعني كل واحدة من دول بتدينا Different Level Of Detail بالنسبة للصورة يعني اذا ما شاهدون كده ممكن فيه حاجات تظهر في واحدة ولا تظهر في الثانية يعني مثلا هو الاجزاء ده واضح هنا واضح هنا بس مش واضح هنا قوي الجزء اللي جوا ده شكله هنا مختلف عن هنا عن هنا وفي هنا حاجات برضو اللي هو الاجزاء اللي تحت دي واضح هنا كويس بس هنا مش واضح هنا يعني مش واضح برضو قوي فكل واحدة من دول زي ما كنت بقول نعتبر اكناها Special Image اكن دلوقتي بدل ما كان عندي صورة واحدة بعندي اربع صور الصورة الاصلية وواحد اتنين ثلاثة معي كمان كل واحدة من دول بحسب لها بقى كل الحاجات اللي احنا كلمنا عليها بلا كده سواء First Order سواء Second Order أو Higher Order Features واقدر منهم بعد كده اعتبرهم يعني كFeatures الصورة كلها وادخلوا معي في Classification وطبعا دي حاجة مهم قوي لنا بتوصف لي حاجات من الصعب جدا ان انا اوصفها او ان انا الاقيها في الصورة اللي هي في ال Special Domain في الحقيقة فيه حاجات كتيرة جدا نتكلم فيها في Feature Extraction بس اكشو احنا اختصر الكلام بمجرد بس احنا احنا اتكلم عن الحاجات اللي هي البسيطة اللي كلمنا عليها سوفار لان طبعا نبعارفين بس ان في عندنا فيه نيور Features بيتموجودة زي مثلا نتكلم عن Markov Random Models او الحاجات الموديل الأساسية اللي كانت موجودة بقى عندنا من اللي هي الوتروغراسيف او الوتروغراسيف او الوتروغراسيف او الوتروغراسيف او الموديل او البركتال موديل كل الحاجات الحقيقة يعني ممكن نطلع منها Features برضو نستعملها عندنا في في الخلاسيفيكيش متاع الماموغرافي والحقيقة برضو الحاجة المهمة جدا لازم اخدها في اعتبارنا ان نتكلم عليها ان شاء الله المحاضرة الجاية هي ان مش كل Features are correlated with disease يعني معنا لازم نعمل مرحلة اسمها Feature Selection قبل ما نستعمل Features دي يعني احنا نتكلم علي ان احنا لازم يعني include only relevant features to avoid misclassification ولازم الحقيقة برضو الحاجات المهمة او نحنا نعمل normalization of Feature values عشان يعني كمرحلة اساسية يعني احنا نعالج Features دي بحيس انها قبل ما نعمل الترينيج نعمل الكلام ده عشان الترينيج نفسه مش بشكل مظبوط مايبقاش فيه نحنا نوزن Features دي بأشكال مختلفة فيبقى في عندنا امفاسيز على Features وFeatures تانية ما هيش امفاسيز يعني اما بداخل مثلا نيور نتوركس مثلا Feature range بتاعها من مينوس الف البلاس الف ودخل معا مثلا Feature تانية من مينوس مثلا 10 to the minus 3 ل 10 to the minus 3 هلاقي ان الفيتشر اللي هي كبيرة اللي قبلتها كبيرة دي هتتأثر معايا الحقيقة في الترينيج بتاع النيور نتوركس ممكن اكتشواني مايبقاش ترينيج ده افشيز فعمتلا مرحلة Feature Extraction لازم يواخدين في اعتبارنا ان مش كل الفيتشرز مهمة ولازم ان احنا نلاقي الفيتشرز المهمة علشان بعد كده نبروسيد بيها في الكلاسيفيكيشن واحدة من الامثال اللي انا كنت احب اقديها برضو في الجزء دوت لو انا مثلا بتكلم على ان انا باخد الديتا بتاعت مريض وهو مثلا يعني داخل مستشفى او عنده مثلا يعني مشكلة وعايز اشخاصه مثلا فرضا يعني لو فرضا مثلا واحدة من الفيتشرز مثلا كانت لون العين مثلا اوكي وكان المريض ده بيشتكي مثلا من فرضا عنده برضو مشكلة هو يعني ممكن يبقى عنده احتمال يبقى فيه عنده كانسر ولا حاجة مثلا في الابدومن اوكي هل اللون العين ده مش فيتشر؟ هو فيتشر يعني ده فعلا ده واحدة من الخصائص بتاعت الشخص ده بس هل هي ريليفنت للديزيز؟ لا هي مش ريليفنت للديزيز فا احنا باسيكلي ممكن يبقى بقى مش عندنا فيتشرز تبقى واضحة من نسبة انا كده انها مش مش الريليفنت لا ممكن يبقى في في هذا في الصورة نفسها يبقى شكلها ان هي يعني ما نحنش عارفين اذا كانت ريليفنت ولي مش الريليفنت بس اnoteعي المريض يمكن نوري اذا كانت ريليفن ولي مش ريليفنت يعني لو لقاينا فيها عندنا فيتشر مابتتغيرش خالص الاونا Mau تتغيرش خالص بين النورمل وبين ابنورمل يبقى معنا كده اكيد الافيتشره دي ما هش هش محددة مع ديزيز دا. ففي المرحلة Feature Selection حقيقة لا تقل اهمية باي حال من الاحوال عن مرحلة Feature Extraction. احنا في مرحلة Feature Extraction اللي بنحاول نعمله نحن بنطلع As Many Features As Possible كل الانواع الفيتشور نقدر نطلعها بنطلعها وندخلها بعد كده عن مرحلة Feature Selection عشان نختار منها احسن يعني Features موجودة او اكتر Features موجودة لها علاقة بالديزيز دا. فما ننساش الجزء دا لانه في غاية الاهمية ومرحلة مهمة جدا ممكن ان هي تأثر جامل جدا على كواليتي بتاعت الدييجنوسس. الحقيقة المحاضرة دي كنا نحاول فيها نتكلم على الفكرة الاساسية بتاعت Feature Extraction. عشان نقدر نقرأ اكتر شوية في الموضوع دا. انا بنصح ان الناس تقرأ التيسيز دي. Texture Descriptors Applied to Digital Mammography. دي مجرد بس هنكتب العنوان دوت في جوجل سكولور. وندور هنلاقي ثيسيز موجودة فور داونلود. اوكي نقدر ننزلها ما فيهاش مشكلة. او برضو باقترح يعني برضو الناس ممكن لانترست انها تعمل جزء عملي زي ما احنا بنعملو في الكورس دوت. المانيمايز داتا بيز انا حضرتها على الويب سايت بتاع الكورس. او يعني نسلكت عشر ايميجيز with masses. وعشرة with normal texture. اوكي. وليبتدي باعدين نشوف الفيتشورز اللي احنا نطلعها هيبقى شكلها عملي زي. فهنكنسدر ROI of specific size. يعني region of interest باعتنا ناخدها بspecific size 32 by 32. وان create an array of 32 ROIs for normal and abnormal pathologies. يبا عندنا كده array في العشرة النورمال والعشرة الابنورمال بالسايت دوت كل ال ROIs ده انا عملت لها selection. وابتدي باقى اطلع عشرين فيتشور لكل ROI فيه. طبعا عشرين فيتشورز دي ممكن تكون first order ممكن تكون second order او الهير اوردر لياه concurrence matrix parameters. ممكن ناخد الكلام ده في transform domain وطلع عبرده فيتشورز. في كل الاحوال يعني نحاول احنا نبتدي نأبلاي كلام اللي احنا شوفناه دوت في حاجة عملية. الميني ماشد database يعني فيها صور كتير قوي وكلها annotated. يعني كلها diagnosis بتاعها موجود. فممكن نختار منها صور بحيث نحنا نده نقراها. وطبعا برضو لو احنا مستعمل حاجة زي MATLAB. القراية بتاع بتاع الصور في MATLAB في المنتهة البساطة. والسيلكشن بتاع lesion of interest برضو هيبقى based على annotation الموجود في ال data base. ال data base بتبقى عادة ما ادي لنا center بتاع lesion اللي هي الموجودة وال extent بتاعها. فممكن ناخد دوت في abnormal مثلا او الجزء اللي فيه mass. مثلا نختار الماس بقى within annotated mass اللي موجودة. بالنسبة لل normal ممكن ناخد اي normal cases وناخد في اي مكان بقى ما بتفراش. وطبعا في الاخر هدفي من الكلام ده ان انا بتاع الدول وبتاع الدول. عشان نشوف اذا كان الفيتشر دي فعلا بتوري فرق او لما توريش فرق. يعني انا وراء سمت مثلا الفيتشر بتاعتي دي في abnormal لوحديها وبعالها normal برضو في نفس النفس بلون مختلف. هل هيطلعوا الاثنين بينهم اوبرلاب كبير ولا هما الاثنين سيبرت. كل ما كانوا سيبرت اكتر كل ما انا قدرت ان انا استعمل الفيتشر دي بالذات في ال diagnosis بشكل مور فبانصح ان الناس كلها ان اتحاول تعمل الكلام ده علشان هدف الكورس ده الحقيقة نحن نحاول نعمل نبني سيستم بتاع computer aid diagnosis ممكن يكون صغير شوية بس الحقيقة يبقى في كل الفيتشر بتاع ال computer aid diagnostic سيستم الكبير وممكن بعد كده لو احنا حبينا بقى نضيف حاجة ممكن احنا نضيف حاجة ويبقى عندنا الامكانيات نحنا نقيم الحاجة العملية دي اذا كانت حسنت ولا محسنتش.